نحن سعداء بالتواجد في هذه المرحلة من دوري القالق آسيا لذلك نحن جاهزون لهذه المنافسة نعلم بأنها بطوضة صعبة وأن النصر طريق كبير ونعرف النصر جيدا حيث تواجهناه السابق ولكن نحن متفاعلون في هذه المباراة حيث أننا سنلعب على ملعبنا بداية الموسم كانت بداية مميزة لنادي السل وأنا سعيد لأداء اللاعبين لكل ما ينقدمون لذلك نريد الاستمرار في تحقيق الانتصارات أنا متفاعل وأعيد أكرر متفاعلة لأننا سنلعب على ملعبنا ولدينا فرص للتواجد في النهاية بطولة مهمة لنا بطولة نتمنى توفيق فيها نوصل لأبعد مرحلة مباراة بكرة أعتقد مباراة كبيرة مباراة مهمة فريغ النصر فريغ كبير نحترمه كل كل احترام كيد إيجابي نحن رح نلعب على ملعبنا بكرة في انتظار جمهيرنا إن شاء الله بكرة اللي راح تساندنا طول المباراة إن شاء الله ما في شي صعب أعتقد كل شي في يدنا هنا اللاعبين في المباراة الأولى أعتقد على المستوى الفردي ومستوى الجماعي ما كنا بالمستوى المطلوب عندنا إن شاء الله فرصة للتعويض فرصة للإثبات النفس إن شاء الله في مباراة بكرة إن شاء الله الضغط أعتقد كل ما خلاص نهر من ساها يعني أعتقد بالعكس المفروض يكون شيء إيجابي ضغط أو دافع إيجابي لنحن كلاعبين صحيح أن نحن متأخرين في النتيجة لكن مش بنتيجة كبيرة عندنا فرصة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل من مباراة بكرة إن شاء الله طبعا هناك الضغط على الجميع وليس فقط على فريق السد نحن نجهز لهذه المباراة منذ عدة أيام ونحن جاهزون لها وسنعمل على اللعب على الاستحواذ على الكرة وعلى الكرة الثانية أيضا حيث نعلم أنهم يلعبون كرات طويلة ولديهم لعبين مميزون سواء بدنيا أو هجوميا مثل حمد الله وجوليانو هم أقوياء بدنيا ولكن السر يكمن في أننا يجب أن نستحوذ على الكرة واللعب بهدف الفوز بالطبع أكرم عافيف سيشارك في مباراة الغد وهو جاهز لهذه المناسبة لهذه المباراة طبعا مسألة المنتخب هو أمر آخر ولكن أكرم عافيف تصرفاته معنا وأخلاقه عالية وهو لاعب محترف لذلك نحتاج إليه في مباراة الغد وسيتواجه طبعا بالنسبة لللاعبين الذين كانوا مع المنتخب هذا أمر جيد أن يكون للسد عدد كبير من اللاعبين يتواجدون مع المنتخب واللعبون أيضا الذين تواجدوا معنا في التدريبات قاموا بعملهم على أكمل وجه وهم جاهزون للمنافسة ورأيتهم في التدريبات ويقومون بعمل مميز المباراة ستكون صعبة ولكن هذه هو الربع نهاي مباراة هامل الغاية بالنسبة لنا وأعتقد أن الجميع سيؤدي بشكل أكيد الجمهير مش بس جمهير نادي السد أعتقد الجمهير الإلكترية كاملة تترقب هذه المباراة وجاهزة إن شاء الله لنتكون معانا بكرة في الملعب وأكيد دعوة لهم أن يكونوا معانا إن شاء الله بكرة أكيد نمعدهم أننا سنقدم أفضل ما لدينا لتحقيق نتيجة إيجابية بكرة إن شاء الله طبعا أنا أثق في اللاعبين السد وأنا متشوق للغاية لمباراة الغد هذه المباراة بالنسبة لي مهمة للغاية أنا أريد الفوز بدوري الأبطال وجئت لقطر للفوز بالبطولات كلاعب وكمدرب ودائما أتحدث مع اللايبين وأقول لهم بأن بإمكانهم الفوز في هذه البطولة ولذلك أتحدثت خصيصا مع حسن الهيدوس وقلت له أنكم ستفوزون بكأس أمم آسيا وستطاعوا الفوز بكأس أمم آسيا فلما لا نستطيع أن نفوز بكأس بدوري أبطال آسيا واثق ثقتي كبيرة في كافة لعبين السد لذلك أنا متشوق للتواجد في النهاية إسبانيا وبرسلونة أنا جميلة نعم 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 نعم